موسيقى السلام عليكم متابعين الكرام في سلسلة أوامر الأوتو كاد اليوم جبت لكم أمر كلش كلش مهم راح يفيدكم هواية بالرسم وراح يختصر عليكم وقت بالتصميم والرسم الأمر اسمه ستريتش أمر ستريتش يسوي في حالة أنه انت راسم بناية وبيها فتحة باب بيها أي شي مثل هذا الرسم اللي يقبال لك ظلع كولوم أي شي وهاي الفتحة اللي موجودة هنا تريد تصغيرها أو تكبرها يعني واحد من الأطلع لازم يروح لي غاد ويرجع فبدل ما تسوي تريم وترجع تمسح الرسم ممكن من جديد أو تسوي خط وترجع تسوي تريم من جديد مجرد أنه تكتب ستريم بالكومنت راح يطلع لك أول أمر لفوق اسمه ستريتش تضغط على الأمر تحدد المكان اللي تريد تسوي مثلا هذا الظلعاني أريد أقربها وبعدها أسلكه أقول لي من قتل عن تر راح يقول لي يعني أما تطيه مسافة بهذا الاتجاه بالموجب أو بهذا الاتجاه بالسالب والمسافة اللي أنت تريدها 50 سنتيم متر مترين حسب ما عندك أنا هنا راح أسوي يعني راح أسلك النقطة ورح أقربها أو أبعدها مثلا أنا سأريد أكبر فأوصلها لهنا أنا راح يأخذ لي الظلع كله كامل يقربه ويبعده ويكبر لي الفتحة أريد أصغرها مرتلوخ أقول لي ستريتش أنتر والله هالمرة أريد أسلك هذا الظلع هذا الظلع أريد أريد أجيب اللي جاي أسلك الظلع هذا أقول له enter وقربه لحد ما وين ما أريد يفيدنا هذا الأمر إذا استخدمناه بتغيير موقع الباب بتغيير موقع هاي الباب أو تغيير موقع الفتحة أو تغيير موقع المسافة الموجودة ما بين كولومين ما بين جدارين أقول له M-S-T-R M-Stretch يعني هذا الأوردر الثاني M-Stretch هو طبعا تابع للStretch نفسه بس هذا M-Stretch نقول له enter أسلك الأوبجيكتس اثنين هن اللي أريد أكبرهن وزغيرهن بحيث راح يكبرلي وزغيرلي بنفس الوقت فهو يعني راح يغيير موقع الفتحة فمجرد ما أسلكهن اثنين هن بهذه الطريقة وأقول له enter أجيبهن مننا مثلا أريد أوصل الباب لهذا المكان أريد أغير موقع هاي الباب أجيبهن الهنان شاقول له M-S-T-R enter أسلكهن مرة ثانية enter أروح أسلك أي نقطة بالجسمة بالباب وأجيبهن مثلا لي جاي راح تجي كل بدأ المعاني أقعد أمسح الأبواب اللي عندي الخطوط اللي عندي وأجيبهن مننا وعديهن مننا ويأخذ عليها وقت وأستخدم عمر التريم والأكستيند همين أختصرها بهذا الأمر إذا كانت عندي مجموعة أبواب مثلا مخطط مستنسخ طابق أول طابق ثاني وبي مثلا ضلعين بنفس الضلع بنفس الرسم واحد فوق اللاخ والفتحة تكون يعني اثنين هذي يعني إذا أريد أغير هاي الفتحة اللي هنا لازم من فتحة جواهة تتغير أو لازم بعدة مخططات تتغير فمجرد ما أقول لي MSTR MSTR أسألك الأريد أغيره بهاي الطريقة بهذا الزون وبهذا الزون همينه وبهذا الزون همينه وبهذا الزون همينه أو أكبرهن كلهن ما أريد أغير مكانهن همينه أقول لي MSTR Enter أسألك الضلع اللي أريده كبره أو أصغره وقل لي Enter وأجي همينه من أي مكان مثلا أريد أكبرها توصل لإحنا كبران عليهم كلهن أمر كلش كلش مهم وممتع طبقوا بديكم استفادوا منه واستفادوا من بقية الفيديوهات الموجودة في قناتي في سلسلة الأوامر المهمة للأوتوكاد طبعا كلش كلش مهمة أنه تتعلمون هاي الأوامر راح تفيدكم بالعمل راح تفيدكم أنه راح تكونون سريعين دقيقين راح تقل الأخطاء وراح تزداد السرعة ويقل وقت التصميم بحيث راح توصلون إلى مرحلة الاحتراف إن شاء الله أتمنى أن تدعموني بالقناة حتى أقدر أستمر تركولي تعليق تركولي سؤال وأنا حاضر وبخدمتكم إن شاء الله أخوكم المهندس حمزة صيود في أمان الله